اهلا بكم الى نشرة مفصلة من الانباء والبداية مع العنوين انفجارات في محيط القاعدة الامريكية في حقل العمر في ريف دير الزورة الشرقي ومصادر الميادين ترجح استهدافها من المقاومة الشعبية المستوطنون يسبحون الاقصى مجددا ومخاوف اسرائيلية وامريكية من تصعيد بالضفة ردا على اعتداءات الاحتلال ايران تعلن اعتقال خلية تعمل لصالح الموساد وحرس الثورة يواصل مناورة الاقتدار البحري في محافظة بوشار روسيا تكشف ان البنتاجونسا ينقل برامج اسلحة بيولوجية غير مكتملة من اوكرانيا الى دول شرق اوروبا وتواصل مناوراتها العسكرية الضخمة في اقصى الشرق بمشاركة الصين ترامب يصف بايدن بانه عدو الدولة ويقول الديمقراطيون سيدمرون بلدنا ولا شرعية لمن يعتلون السلطة لان انتخابات 2020 مزورة في النشط ايضا عاصفة ترابية ضخمة تغطي اجزاء واسعة من مدينة تشاندلر في اريزونا الامريكية نبدأ النشرة من سوريا حيث دوت ليل امس ثلاثة انفجارات في محيط القاعدة الامريكية في حقل العمر شرق دير الزور ما ادى الى اندلاع حريق في المنطقة وكالت مصادر للميادين ان اصوات الانفجارات تزامنت مع تحليق لطيران مسير في سماء ريف دير الزور مرجحة ان تكون المقاومة الشعبية هي التي استهدفت القاعدة الامريكية من جهة اخرى فاد مصدر عسكري سوري بمقتل تاقم مروحية عسكرية مؤلف من ثلاثة ضباط من جراء تحطمها في مدينة حما وسط سوريا مصادر محلية قالت ان الطائرة المروحية سقطت بين الابنية السكنية في منطقة دوار الاربعين من دون ورود معلومات عن وقوع اصابات بين المدنكين معنا من دماشق مراسل الميادين محمد الخضر صبع الخير محمد بداية حول العملية التي سدفت حقل العمر بالتالي هي ليست الاولى من نوعها في غضون الايام الاخيرة وهناك اشارات ودلالات على ان المقاومة الشعبية هي من نفذت هذه العمليات تفاصيل اوفى لديك وتاليا حول دلالات هذه العملية وهذا النشاط في المقاومة للاحتلال الامريكي في تلك المنطقة تحديدا صباح الخير هي سادس عملية تستهدف حقل العمر النفطي حيث تتواجد القوات الامريكية منذ مطلع شهر آب أي انه خلال شهر واربعة ايام هناك ستة عمليات قصف صاروخي تستهدف المواقع الامريكية ومواقع التحالف في حقل العمر وإلى جواره حقل كونيكو في ريف دير زور الشرقي حتى هذه اللحظة لم تصدر بيانات عن تبني هذه العملية أو حتى الامريكيون لم يتحدثوا عن خسارهم في هذه العملية التي دوت مساء أمس حوالي الساعة السابعة أصوات انفجارات ثلاثة صواريخ استهدفت هذه القاعدة خرجت سحب من الدخان كان هناك بالفعل تحليق للطيران المسير وبعد ذلك كان هناك تحليق للطيران المروحي بحسب مصادر محلية دوما المصادر المحلية التي تروي هذه العمليات لصعوبة الوصول في الواقع إلى تلك المنطقة المنطقة محصنة للغاية حقل العمر هو من أكبر الحقول النفطية السورية في شرق الفرات عليه حراسة من قوات قصد وفي داخله قوات أمريكية وإلى جواره هناك مناطق للتدريب والرماية ونقاط طبية وإلى جواره أيضا هناك سكن للعسكريين والجنود الأمريكيين الذين يتواجدون في هذه المنطقة طبعا الست عمليات خلال شهر وأربعة أيام مؤشر واضح جدا على تنامي في المقاومة الشعبية ضد الأمريكيين تضاف إلى مجموعة من الاستهدفات التي استهدفت الأمريكيين وتضاف إلى مجموعة كنا نلاحظها دوما ونسجلها لمنع مرور قوافل أمريكية في مناطق شمال الحسكة جنوب الحسكة والمناطق التي يتواجد فيها التحالف الدولي في تلك المنطقة محمد فيما خص تحطم المروحية في حمى وسقوط ثلاثة شهداء من أضحى صفوف الضباط السوريين ما هي المعلومات التي يمكن استقاؤها من خلال التحقيقات الأولية؟ في الواقع عند الساعة السابعة صباحا كانت هذه المروحية عائدة إلى مطار حمى العسكري كانت في مهمة العطل هو فني ما أدى إلى سقوط هذه المروحية في منطقة سكانية في منطقة حي الأربعين هي منطقة سكانية بامتياز ثلاثة شهداء هم طاقم هذه الطائرة هم من الضباط السوريين هناك أضرار مادية في المكان ربما توقيت السقوط هذه الطائرة صباحا قد منع حدوث كارثة كبيرة في صفوف المدنيين خاصة نحن نتحدث عن سقوط هذه الطائرة في تلك المنطقة المدنية المكتظة بسكان شمال مدينة حمى محمد الخضر مراسل ميادين من دمشق شكرا جزيلا لك إلى فلسطين المحتلة حيث تواصل قوات الاحتلال لاعتداءاتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة ففي القدس المحتلة أمنت هذه القوات مجددا صباحا اليوم اقتحام عداد من المستوطنين للأقصى الشريف هذا في حين أقدم جنود الاحتلال على انتهاك حرمة المصلى القبلي في المسجد وفي الضفة الغربية واصلت قوات الاحتلال مدهماتها واعتقلت عددا من الشبان في نابلس والخليل ورام الله ومن بينهم الأسيران المحرر محمد ثائر أبو عليا وعامر عاطف أبو عليا خلال كمين للاحتلال قرب المدخل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله يأتي ذلك فيما أقر إعلام الاحتلال مجددا لأن هذه الحملات فشلت في قمع المقاومة إلى ذلك أفادت وسائل علام إسرائيلية بأن الأمريكيين قلقون جدا مما يحدث في الضفة الغربية ويخشون من تصعيد ويتوقعون تدهورا أمنيا إذا استمر الأمر بالشكل ذاته وفيما يقدر الجيش الإسرائيلي والشباك أن يكون هناك تدهور أمني وبداية تصعيد جديد في الضفة بعد الصيف وقبل الأعياد نقالة المعالقة السياسية في القناة الثالثة عشرة موريا أسنفوربرغ تحذيرات لمسؤولين أمنيين فلسطينيين من فقدان السيطرة وحدوث فوضى في شمال الضفة وفي الداخل الفلسطيني المحتل تظاهر العشرات من أهالي مدينة طيبة تنديدا بسياسة هدم البيوت التي تنتاجها إسرائيل أخيرها أمر بالهدم الفوري بحق بيوت عائلة أبو حجاج تقرير للأمم المتحدة أظهر هدم قوات الاحتلال نحو 9000 مبنى فلسطيني وتهجيرها نحو 13 ألف فلسطيني منذ عام 2009 حتى نهاية الشهر الماضي وبحسب مكتب الشؤوني الإنسانية التابع للمنظمة أدت عمليات الهدم إلى حدوث أضرار في نحو 1560 منسيلا معنا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتل ناصر لحام مرحبا بك ناصر إذن تخطط المخاوف الإسرائيلية والهواجس من تصعيد في الضفة واتسمرار الوطيرة المقاومة في الزياد في الضفة الغربية بيس فقط عند مستوى العقل الأمني والاستخباري والعسكري الإسرائيلي إنما أيضا تخطاه إلى حدود الخشية الأمريكية لماذا برأيك وما هي الدلالات على ذلك؟ في الحقيقة أولا الواقع متطور الواقع متدهور هناك مقاومة مسلحة عنيفة وشرسة تؤكد الإسرائيلية العسكرية بأن النسبة ارتفعت إلى مئات المرات عن السلوات الماضية في كل يوم هناك إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال 80% من عمليات إطلاق النار تتم ضد قوات الجيش وهذا يدور على تجرؤ وجراء ومن ثمها ليست محصورة في مكان واحد وإنما في أكثر من مكان كان الإسرائيليون يعتقدون أنها في جنين ثم تضح بأنها في كل الضفة الغربية وفي القدس هناك حالة من الاستنفار العسكري والأمن الإسرائيلي في إطار محاولة قمع الانتفاضة لكن كل قمع يزيد من عنفوان هذه الانتفاضة الانضمام إلى الكتائب في الضفة الغربية في انتباه الأمريكيين الذين يدركون حماقة إسرائيل في استخدام أساليب القمع وبحسب آخر تقرير صباح اليوم أن مواقع التواصل الاجتماعي تمجد وتعطي البطولة لهؤلاء ما يعني أن لديهم حضانة اجتماعية كبيرة جدا والدليل على ذلك جنازات الشهداء وهذا ما يمكن التسدلال به ناصر أنه من خلال الاستراتيجية الإسرائيلية التي كانت تمني نفس باتباعها وتنفيذها وهي خلق هذا الفارق ما بين الضفة من خلال الرخاء الاقتصادي والاجتماعي وما بين إطباق الحصار على غزة إلا أن شباب الضفة وأهل الضفة بعرادة شعبية كبيرة واصلوا عمليات المقاومة لا بل أنت جوجيلا قياديا شابا جديدا يحمل البندقية ويقود هو بنفسه هذه العمليات الفدائية ومواجهة العمليات الاستطان قضية الرخاء في الضفة بدعة إسرائيلية وكذوبة تضليل يروج له الإعلام الأمريكي أولا ثم الإسرائيلي الضفة الغربية تخسر كل يوم من أراضيها ومن أموالها ومن منازلها ومن شبابها محاصرة مثل غزة ممنوع الاستيراد إلا عن طريق إسرائيل ممنوع التصدير تم منع التطور الطبيعي للضفة الغربية إفشال المشاريع الاقتصادية الكبيرة تخريب الزراعة من خلال فتح السوق أمام منتجات المستوطنات يشمل كل شيء لإفلاس المزارع وتحويل شباب الضفة الغربية إلى عمال في الورشات الإسرائيلية ونظرة واحدة على حجز فجر أي يوم يظهر لك أن حملت شهادات الماجستير والدكتوراه يعملون عند مقاول إسرائيلي جاهل يتحكم بهم ويحط من كرمتهم وهذا بالتأكيد يتنافى مع مفهوم التطور الاقتصادي هذه الكذبة لم تعد تنطلي على أهالي الضفة الغربية وإنما الشعب الفلسطيني كله تحت الحصار نصر لحامو دير مكتب الميادين من بيت اللحم كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك في ملف الأسرة أفاد نادي الأسير بأن سلطات الاحتلال نقلت المعتقل دين جرادات من معتقل الدمون إلى مستشفى رنبابا الإسرائيلي وقال نادي الأسير إن جرادات تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ لافتني لأن سلطات الاحتلال لم توفر العلاج لجرادات طوال فترة التحقيق التي استمرت 15 يوما في معتقل الجالمة رغم المطالبات المتكررة منذ انتهاء معركة وحدة الصحات وعلى عكس ما تريد إسرائيل تواصل سرايا القدسة لإعداد والتجهيز لتعزيز قدراتها الصاروخية التي باتت تربك حسابات الاحتلال الإسرائيلي أكرم دلول والتفاصيل اشتركوا في القناة نحن هنا في واحدة من ورش صناعات صاروخية التابعة لصرايا القدس الجناح والعسكري لحركة الجهاد الإسلامي الصورة بالتأكيد مشاهدين الكرام تتحدث عن نفسها هناك إصرار من قبل صرايا القدس على المواصلة وتعزيز قدراتها الصاروخية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي منذ انتهى العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة أو ما أطلقت عليه صرايا القدس معركة وحدة الساحات وصرايا القدس تواصل الليل بالنهار وفق معلوماتنا من أجل إنتاج المزيد من الصواريخ هذه الصواريخ التي ضربت مدنا في عمق فلسطين المحتلة ومن بينها تل أبيب وكذلك غوجدان والقدس المحتلة اليوم يتكرر ذات المشهد وبالتالي تواصل صرايا القدس الإعداد والتجهيز لمعركة تقول إنها يمكن أن تكون أصعب وأطول مع الاحتلال الإسرائيلي أكرم دلول غزة الميادين ترجمة نانسي قنقر على خط الناخر وفي موقف مشرف جديد لرياضيين عرب رفضا للتطبيع مع الاحتلال انسحب لاعب الكراتي الكويتي محمد مشعل لأتيبي من بطولة الدور العالمي للكراتي المقامة في أذربيجان رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي وسائل علامة الكويتية قالت إن لأتيبي أعلن قراره لانسحاب عن مواجهة خصمه الإسرائيلي فور إعلان نتيجة الاقتراع لتحديد المنافسين عن اللجنة المنظمة لدوري الكراتي العالمي في المقابل كشفت تصريحات لمستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن موافقة السعودية على استثمار ملياري دولار من أموالها في شركات إسرائيلية موافقة بعثت على التساؤل مجددا عن طبيعة العلاقة التي تربط رياضة بتل أبيب والعلنية التي باتت تكتنف أسرار العلاقة بينهما محمد درويش إلى ساعي بريد متنقل للرسائل السعودية الإسرائيلية تحول جاريت كوشنر سهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره فقد باتت صندوق الأموال السعودية تقف على خاطر المستشار الأمريكي مشكلة دعمة جديدة للشركات الإسرائيلية في المنطقة باستثمارات وإن كانت غير مربحة باعتراف علني الاعتراف جاء من مهندس الاستثمارات الإسرائيلية خلال مقابلة له على قناة سكاي نيوز الأمريكية حيث كشف عن حصول شركته على ملياري دولار أمريكي من صندوق الثروة السيادي السعودي لاستثمارها في شركات إسرائيلية بموافقة الرياض بعد سؤال للمقدمة عن علاقته الشخصية بولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي سهلت له الحصول على الأموال You have a good relationship rather I should say still with Mohammed bin Salman and you set up Affinity Partners receiving $2 billion I think from that the Saudi sovereign wealth fund the Fund's top advisors described it as unsatisfactory in all aspects With it your personal relationship with Bin Salman that actually got that deal over the line I ultimately they made a decision to invest and again I was very pleased that they were سعادة كوشنر بالموافقة السعودية على الاستثمار في شركات إسرائيلية لمست مجدداً سياسة الباب المفتوح التي يطبقها حكام الرياض تجاه تل أبيب هي تأشيرة مالية أعطت الغموض الذي يلف علاقات الطرفين بعداً جديداً وكشفت المزاج السعودي تجاه إسرائيل الذي بات علنياً في أكثر من مناسبة إلى إيران حيث قال المرشد السيد علي خامينة خلال استقباله المشاركين في المؤتمر العالمي السابع للمجمع العالمي لأهل البيت إن إحباط المخططات الإجرامية الأمريكية أثار غضب الولايات المتحدة وشدد على أن سياسة واشنطن قائمة على إثارة الحروب إحباط المخططات الإجرامية الأمريكية في مختلف الدول على يد الجمهورية الإسلامية أثار غضب أمريكا وأحباط داعش مثال على ذلك داعش صنيعة الأمريكيين باعترافهم هم وعندما دخلت الجمهورية الإسلامية ساحات لمواجهة هذه المؤامرة والمخططة بكل قوتها لم يتقبل الأعداء ذلك وبدأوا يظهرون ردات فعلهم مصدر كل دعاية مضادة لإيران والشيعة واتهامنا بالتدخل في هذه الدولة وتلك مرده إلى غضب أمريكا من إحباط الجمهورية الإسلامية لمخططاتها سياسة الشيطان الأكبر أي أمريكا هي إثارة الحروب بين الشيعة والسنة والعرب والعجم والسنة والسنة والشيعة والشيعة كما يحدث حاليا في بعض الدول ويجب الحذر منها نبقى في إيران حيث اعتقلت دائرة المخابرات العامة في محافظة مازندران شمال البلاد 12 عنصرا يعملون لصالح الكيان الإسرائيلي ووفق دائرة المخابرات فإن اثنين من قادة هذا التنظيم البهائي المرتبط بالتجسس تم تدريبهما في منظمة بيت العدلة الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدأ حرس الثورة الإيراني مناورة الاقتدار البحري بمشاركة وحدات عسكرية تابعة للقاعدة البحرية الثانية وقطع تابعة لقوات التعبئة من بحرية حرس الثورة في محافظة بشار جنوب البلاد فأكد نائب قائد المنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري حيدر هنريان مجرد أن المناورة تحمل رسالة تحذير إلى الأعداء وقوى الاستعمار والاستكبار بأن الرد سيكون مسلزلا على أي خطوة ناجمة عن الخطأ في حساباتهم أو مؤامراتهم وأشار إلى مشاركة نحو ثلاثمائة قطعة بحرية في التدريبات قادري أشار إلى أن التزام واشنطن برفع العقوبات عن إيران على الورق يجب أن يكون مقرونا بضمانة تطبيقه عمليا وباستمراريته منذ بدء الجولة الجديدة من المفاوضات حاولت طهران أن تفرض على واشنطن رفع العقوبات عن إيران وهم حاولوا الضغط على إيران في هذا الموضوع طهران دخلت المفاوضات بقوة سوف يرفع كثير من العقوبات في مسودة الاتفاق النووي ورفعها يحتاج إلى اتفاق قوي وثابت ومستمر التزام واشنطن برفع العقوبات عن إيران على الورق يجب أن يكون مقرونا بضمانة تطبيقه عمليا واستمراريته كي يكون الاتفاق فعالا الكاتب والصحفي الإيراني محمد قادري قال للميادين أن إيران ستستمر في نشاطاتها السلمية وإذا لم نتقبل الحكومة حكومة بايدن بذلك فلن يكون هناك اتفاق نووي واشنطن تعلم أنها لا تستطيع محاربة هذه المنظومة العلمية في الطاقة النووية والمفاعلات وتطوير البنى التحتية النووية واشنطن تعلم أن إيران لم تكن تسعى للوصول إلى القنبلة النووية لكنهم يحاولون منعها من الوصول إلى حقها في الطاقة النووية ولا نثق بالحكومة الأمريكية التي تريد إيقاف كل العمليات بذرائعها بحسب مسودة وثيقة الاتفاق النووي على واشنطن أن تقبل باستمرار إيران بنشاطاتها تحت رقابة وكالة الطاقة الغرية إيران ستستمر في نشاطاتها السلمية وإذا لم تقبل حكومة بايدن ذلك فلن يكون هناك اتفاق في آخر تطورات المواجهة الروسية الأطلسية كدعت وزارة الدفاع الروسية العقد اجتماعي للدول العضاء في معاهدة جناف لحظر الأسلحة البيولوجية لبحث مسألة عدم امتثال الولايات المتحدة وأوكرانيا للمعاهدة الدولية المذكورة يأتي ذلك بما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات الإنزال الأوكرانية حاولت ليلة السيطرة مجددا على محطة زاباروجيا على الرغم من وجود ممثلين عن الوكالة الدورية للطاقة الثرية حاولت مجموعتان من القوارب التابعة للقوات الأوكرانية بإجمال 42 قاربا مع قوة إنزال قوامها أكثر من 250 جنديا من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية والمرتزق الأجانب الهبوط على ساحل بحيرة كخوفكا في زاباروجيا استهدفت القوات الجوية الروسية المجموعات المتسللة ودمرت 20 قاربا وزورقا وقضت على 47 مسلحا أثناء محاولاتهم الفاشلة للسيطرة على محطة الطاقة في زاباروجيا إلى ذلك كشف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجيا في القوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوذ أن البنتاجون يعمل على نقل برامج أسلحة بيولوجية غير مكتملة من أوكرانيا إلى دول شرق أوروبا بينها بلغاريا والشيكيا وأضاف أن توسيع شبكة المختبرات البيولوجية التي يمكن من خلالها تصنيع مكونات أسلحة بيولوجية وتفزينها يمثل تهديدا للأمن العسكري لروسيا وأشار إلى أن لدى موسكو أدلة على أن كييف طلبت من شركة بيركتار التركية تزويد طائرات مسيرة أوكرانية بأنظمة رش أسلحة بيولوجية ومع وصول خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زباروجيا النووية بغية التحقيق عادت أزمة المحطة تسليط الضوء على عمل الوكالة الأممية التي يتحكم الغرب بها واقع أبعد الموضوعية عن أدائها وأدخلها في مهب التسييس لسيما في المفاوضات النووية مع إيران تقرير محمد درويش بعد ستة أشهر على سيطرة القوات الروسية عليها وصل قطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زباروجيا النووية شرق أوكرانيا واضعا على السكة هواجس حماية المحطة وسلامتها هواجس تبدو روسيا شديدة الحذر تجاهها خوفا من التسييس وغياب الموضوعية الذي قد يضرب تحقيقات خبراء الوكالة لكن بالنسبة إلى روسيا الموضوع أكبر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموضوع عنوانه المنظمات الدولية كأدوات يستخدمها الغرب في حروبه المختلفة في هذا الإطار يستوي في عيون موسكو موضوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع ملف منظمة منع أو حضر انتشار الأسلحة الكيميائية مع أمور أخرى كثيرة تراقب موسكو عملية تسييس لهذه المنظمات ضد أعداء الغرب والآن موسكو في حالة إعداء مع الغرب إذن تتخوف موسكو بشكل طبيعي ومنطقي من أن تستخدم هذه الزيارة وأي تصريحات تصدر عنها من أجل وضعها في موضع الاتهام إن الاستغلال الغربية والأمريكية للوكالة الدولية وضع صدقية الوكالة على المحك فشبح الملفات المسيسة لا يزال يلاحق تاريخ الوكالة ولسيما المفاوضات النووية مع إيران التي على الرغم من بلوغها مراحل متقدمة لا زالت تخضع للدعاءات الوكالة الذرية دعاءات دفع الطهران إلى الاشتراط بإقفال هذا الملف الخاضع للتسييس لكن أن تحول إلى شرطي أو إلى الدعاء عام يستخدم في هذه الحرب أو تلك كانت بدعة غربية استخدمت في أكثر من مناسبة ذكرنا الملف النووي العراقي هناك الملف النووي الإيراني الذي يعيش منذ العام 2003 حركة شد وجذب دولية لكن كثيرا ما تكون ساحتها مجلس الأمناء في الوكالة الدولية وفي ظل التحكم الغربي بالوكالة الدولية تبقى الأخيرة أسيرة السياسات الدول الغربية وأداة طيعة في خدمة مصالحها من دون أي اعتبار لشفافية والموضوعية التي يفترض أن تتمتع بها المنظمات الأممية على خط موازن دع نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف إلى نقل مقر منظمة الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى بلد آخر وفي إطار تعليقه على عدم إزار واشنطن تأشيرات لوفد روسيا للمشاركة في الجمعية العامة اقترح جباروف أن تكون الدولة البديلة هي النمسا أو سويسرا لأن المهم أن تحمل طابعا محايدا معربا عن غضبه من عدم السماح لروسيا وهي دولة مؤسسة للأمم المتحدة بالمشاركة بشكل شخصي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزامن مع كل ذلك تتواصل في أقصى الشرق الروسي المناورات العسكرية الضخمة التي تشارك فيها 13 دولة إلى جانب روسيا في مقدمتها الهند والصين وشهدت المناورات التي تحمل اسم فورستوك 2022 تدريبات مشتركة للسفن الحربية في بحر اليابان حاكت التصدي لمجموعة سفن تكتيكية لعدو مفترض كما حلقت قاذفة استراتيجية بعيدة المدى لساعات في إطار كشف جهازية وحدات الدفاع الجوي المشاركة في التدريبات بدوره أجرى أسطول من السفن البحرية الصينية تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في بحر اليابان كجزء من مناورات فورستوك ويتألف الوصول من مدمرة ناتشانغ وفرقاتة الصواريخ الموجهة المدمرة ناتشانغ هي أول سفينة من طراز 055 طورتها الصين بجكل مستقل وتم تجهيزها بأسلحة دفاع جوي جديدة ومضادة للصواريخ والسفن والغواصة في غضون ذلك ذكرت صحيفة جلوبل تايمز الصينية أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من أزمة الطاقة في أوروبا والتي يمكن أن تتفاقم بسبب تعليق امدادات الغاز الروسي عبر السيل الشمالي وكشفت الصحيفة عن صراع عالمي على ناقلات الغاز التي لا يتجاوز عددها 500 عالميا حيث سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى زيادة واردات الغاز الطبعية المسال بأكلاف غير مقدرة سابقا ما سيجعل الولايات المتحدة الرابحة الأكبر والوحيد في الأزمة الأوكرانية الحالية من ناجعة هراء الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي أن روسيا تريد تدمير الحياة الطبيعية للأوروبيين من خلال أسلحة الطاقة داعيا في شريط المصور إلى مزيد من الوحدة بين الأوروبيين للوقوف في وجه روسيا وتشديد العقوبات ضدها كما قال تريد روسيا تدمير الحياة الطبيعية لكل أوروبي فهي لا تستطيع تحقيق ذلك بقوة السلاح لكنها تسعى إلى القيام به من خلال أسلحة الطاقة لضرب أوروبا بالفقر والفوضى السياسية ومن أجل حماية أنفسنا نحتاج جميعا في أوروبا إلى المزيد من الوحدة والتنصيق والمساعدة المتبادلة تستعد روسيا لضربة حاسمة للطاقة هذا الشتاء ضد جميع الأوروبيين والردود يجب أن تكون على مستويين أولا الوحدة في الدفاع ضد دولة إرهابية وثانيا تجديد العقوبات والحد من عائدات النفط والغاز الروسي في هذه الأثناء وفي وقت تعاني فيه العديد من الدول من تداعيات الأزمة الأوكرانية يبدو أن ألمانيا خزنت حاجتها من الغاز وأفادت رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز الألمانية بأن مستوى ملء مخازن الغاز في البلاد تجاوز أمس مستوى الـ 85% بالرغم من وقف عمل خط الطيار الشمالي الروسي هذا واعتمدت ألمانيا في وقت سابق تعديلات قانونية تجبر مشغلي مخازن الغاز بملئها بنسبة 85% بحلول الأول من أكتوبر 2021 و95% بحلول الشهر التالي أما في تشيكيا فقد اندلعت احتجاجات ضخمة في وسط العاصمة براغ تنديدا بتأثير سياسات النيتو والاتحاد الأوروبي على بلادهم ومنح منظموها لاحتجاج الحكومة شهرا واحدا لحل أزمة التضخم والتفاوض مع روسيا لاستناف العلاقات والتبادل التجاري وهدد المتظاهرون بتصعيد الضغط على الحكومة إذا فشلت في معالجة المشاكل المرتبطة بالسياسات الأوروبية التي أغرقت البلاد في دوامة من التضخم والركود في الاقتصاد والطاقة تحديدا تستعر الحرب غير المباشرة بين الغرب وروسيا وكلهما يصر على الذهاب بعيدا برغم تكلفة المواجهة المنتلعة بينهما منذ أكثر من نصف العام فأيهما سيصمد في النهاية ويفرض منطقه على الآخر محمد بعطل منذ ستة أشهر يحاول الغرب إضعاف روسيا بعقوبات اقتصادية فشلت في تحقيق مبتغاها ولا يزال مصرا برغم أزمة الطاقة التي أضرت باقتصادات دوله ولسيما الأوروبية المفتقرة إليها والعاجزة عن الكفاف بالبدائل ينحو الغرب ممثلا بمجموعة السبع منح تسقيف سعر النفط الروسي يعززه في الاتجاه ذاته موقف أوروبي فيأتي التهديد من موسكو أن غازي عنكم سينقطع على لسان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وتلك كارثة ستحل على الأوروبيين كما حذرت بلومبرك إن فعلها الروس في معركة كسر العظام اقتصاديا فموسكو تضغط في شكل أعطاب تقنية قد تكون إنذارات بما سيكون عليه الحال إذا قطعت غازها بالكامل في المبدأ يحاول الأوروبيون قطع التمويل بالصادرات بذريعة استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا أو ما يسمونه تمويل الحرب بأموالهم لكن إلحاق الأوروبيين الضرر بأنفسهم ينم عن تبعية عمياء منهم لواشنطن هكذا يقامرون ببرد يشتاحهم إلى مضاجعهم برغم عدم إيفاء الأمريكيين حاجة أوروبا بعد أشهر من صولات وجولات مكوكية بحثا عن بدائل للغاز الروسي مع فوارق بين دولة أوروبية وأخرى تخزينا لاحتياطي الشتاء ليسوا سواء فإلى مصيرها تترك دول الشرق وهي المتاخمة لروسيا أو القريبة منها بينما تتمتع كبريات دول القارة بقدرات تخزينية أفضل ويبدو أنها بلغت مراحل متقدمة مخلفة وراءها دولا تائهة مستنكرة إنه امتحان عسير لاتحاد يخشى التفكك ظهرت عيوبه على مرأة الشعوب وقد تكون ضربة أخرى لمبدأ التضامن المفقود على غرار ما فعلته موجة النزوح خلال أزمة المهاجرين ولعل التفكيك مصلحة أمريكية كما هي روسية إلى الولايات المتحدة حيث وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن بأنه عدو الدولة وفي تجمع انتخابي في ولاية بانسلفانيا اعتبر أن الديمقراطيون يهددون الدولة وأكد لا شرعية لمن يعتلون السلطة لأن الانتخابات الرئيسية الأمريكية عام 2020 كانت مزورة تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامتي في فلوريدا هو استغلال صارخ للسلطة من قبل جزء من السلطة في الولايات المتحدة إنه لا يحترم الدستور الذي قامت على أساسه أمتنا لا يأبه لدولة القانون لا يعترف بحرية الشعب جو بايدن هو عدو للدولة حديثه منذ أيام كان وحشيا عبارة عن خطاب للكرهية والتفريق لم يسبقه إليه في التاريخ أي رئيس أمريكي النشرة المستمرة وفيها بعض الفاصل فاكستان لا تزال تلمي مؤثار فيضاناتها الأعنف من جديد أهلانا بكم لم تؤدي جلسات التفاوض بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل إلى أي نتائج ترضي الطرفين أسيما نسبة زيادة في الأجور فيما أكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أن باب المفاوضات لم يغلق وأعرب عن أملها التوصل إلى اتفاق جدي مع الحكومة تقرير سميح البغانمي وسط تباين المواقف حول نسبة الزيادة في الأجور وتوقيت صرفها تعثرت المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل في ذل اتهامات للحكومة بترحيل التفاوض على زيادة الأجور لتكون متطابقة مع برنامج الإصلاحات الذي لا يلحظ أي زيادة في الأجور استجابة لصندوق النقد الدولي الطرفين لهم كل غاية تختلف عن الآخر الحكومة كانت تريد اتفاقا لتذهب به إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لكنها في المقابل لا تريد أن تقدم أي تنازل خاصة فيه مجال مالي في حين أن الاتحاد له لائحة إضراب 17 شوان الفارس ويريد أن يحقق مكاسب لمنظوريه تعصر المفاوضات يأتي في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية تتمثل في فقدان العديد من المواد الأساسية من الأسواق وارتفاع كبير في أسعار السلعي فيما تجاوزت نسبة التضخم ثمانية في المئة وهم ستكون له تبعاد كبيرة بحسب الخبارة التضخم يضرب الطبقات الهشة والطبقات ذات الدخل الضعيف والمحدود وهذا يظهر أكثر عندما تتخلى الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي واليوم تونس دخلت في هذه المرحلة وتخلت بما جعلت هذه الطبقات تعيش وتتخبط لوحدها في مواجهة ارتفاع الأسعار ومن بين المطالب التي طريحت على طاولة المفاوضات بين الحكومة والاتحاد إضافة إلى الزيادة في الوجور إقاف الاقتطاع الآلي من الوجور لفائدة صناديق التأمين وصحب المنشور رقم عشرين المتعلق بتحديد شروط وضوابة التفاوض مع النقابات والبدء في إصلاح المؤسسات العمومية هي جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل وإن تعثرت نتائجها فإن التواصل إلى اتفاق بين الطرفين من شأنه تجنيب البلاد مزيدا من الهزات الاجتماعية سميح البغانمي تونس الميتين أعلن ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة أن زعيم الجبهة سيلتقي المبعوث الأممي سفان ديم السورة الذي كان قد التقى ممثلين لجبهة في تندوف الجزائر في إطار جولته الثانية في المنطقة بحسب مصادر محلية المبعوث الدولي كان قد أعلن أنه يتطلع إلى تعمق المشاورات مع جميع الأطراف المعنية بشأن إمكانية دفع العملية السياسية في الصحراء الغربية قدما بشكل بنا دانت حكومة صنعاء نهب التحالف السعودية المستمرة ثروة الوطنية من النفط والغاز فيما يشكو الشعب اليمني من انقطاع الرواتب ومطالبات بتسليم صنعاء إدارة القطاعات النفطية والغازية والمعدنية التي بدورها ستلتزم صرف رواتب جميع اليمنيين تقرير أحمد زبيب على مدهر الساعة تقوم صنعاء برصد تحركات التحالف السعودية في القطاعات النفطية اليمنية التي تتعرض للنهب المنظم والتصدير دون حسيب أو رقيب عبر العديد من الموانئ أبرزها برعلي ونشط والضبى في شبوى وحضر موت والمهرى نود التنويه بأننا على مدار الساعة نقوم برصد كل التحركات الجارية من قبل حكومة العدوان ومرتزقته في القطاع النفطي والغازي والمعدنية وسنقوم باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة واللازمة وبكل الطرق والإمكانيات المتحة للمحافظة على حقوق كافة أبناء الشعب اليمني ولم يكتف التحالف السعودي بنهب النفط اليمني بل منع المستورد من الوصول إلى الموانئ فمنذ نيسان أبريل الماضي وحتى أيلول سبتمبر الحالي لم تصل إلى ميناء الحديدة سوى 33 سفينة نفط من أصل 54 سفينة اتفق على دخولها في هدنة ثالثة شارفت على الانتهاء ثروات أبناء الشعب اليمني تنهب والمشتقات النفطية المستوردة يتم احجازها ومنعها من الوصول للمدنيين هذا هو قانون الغابة الدولية الأمم المتحدة تتحمل كامل المسؤولية لما تولي لها الأوضاع وأعمال القرصة في البحر الأحمر في ظل سريان اتفاق الهدنة المؤقت وما يتعرض إلي أبناء الشعب اليمني يطرح الجانب اليمني حلولا للتخفيف من معاناة المواطنين بشتى الطراق بعد أن عجزت الأمم المتحدة عن إيجاد الحلول اللازمة في ظل سيطرة دول التحالف على القرار الأممي يقول مراقبون الأمم المتحدة ترضخ لعدد من ضغوطات قواء التحالف أو المال الخليجي إذا صح التعبير كونه يمول عدد من برامج الأمم المتحدة تسليم إدارة القطاعات النفطية والغازية إلى حكومة صنعاء ورقة طرحت على طاولة المفاوضات كحل لصرف رواتب موظفي الدولة وتجنيب اليمن عمليات النهب المنظم للثروات في ظل العجز الأممي بالضغط على التحالف للالتزام بتعهداته وتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين اعتبرت الخارجية اليونانية أن التهديدات التي تطلقها أنقرة يومياً تقود تماسك حلف النيتو في وقت خطير مشيرة إلى أنها لن تحذو حذو تركيا في إطلاق ما وصفته بالتصريحات المشينة لرئيس التركي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان كان قد هدد بين احتلالها للجزر في بحر إيجي لا يقيد تركيا وهي قد تفعل ما يلزم عندما يحين الوقت لدينا جملة واحدة نقولها لليونان لا تنسوا إزمير لا تنسوا إزمير نحن لا نهتم باحتلالكم الجزر فعندما يحين الوقت سنفعل ما هو ضروري وكما نقول دائماً قد نأتي فجأة ذات ليلة إلى أفغانستان حيث جرى تشيع رجل الدين مجيب الرحمن أنصار المؤالي لطالبان الذي قتل في انفجار خارج مسجد في مدينة هيرات أجل غربي البلاد المشاركون نددوا بسهداف أنصاري وأطلقوا هدفات مؤيدة لحركة طالبان مطالبين بمزيد من التشدد الأمني في المدينة وكانت شرطة مدينة هيرات قالت أنصاري تعرض للهجوم لدى اقترابه من المسجد لأداء صلاة الجمعة حيث قتل معه ثمانية عشر شخصاً آخر إلى باكستان حيث تواصل فرق الإغاثة نقل المتضررين من جراء الفيضانات العارمة التي اشتاحت البلاد إلى مناطق أكثر أمنا وظهرت لقطات تم تصويرها على متن مروحية عسكرية باكستانية عملية الإغاثة في شمال غرب بلوشستان الولاية الأكثر تضرراً ودماراً حيث شهد الناس وهم يتدفعون نحو مناطق جافة من الأرض حيث تم إسقاط الخيام وحصص الإعاشة نبقى في الولايات المتحدة حيث ترى تأخير على استعدادات وكالة الفضاء الأمريكية نازا لإطلاق صاروخها العملاق الجديد نحو القمر قبل ساعات من الموعد المقرر بعدما كانت قد أرجعت في مطلع الأسبوع إقلاع هذه المهمة التي تستهل بها الولايات المتحدة برنامجها للعودة إلى القمر أرتيميس بعد خمسين عاماً على آخر رحلة ضمن برنامج أبولو وفي الولايات المتحدة أيضاً غطت عاصفة ترابية ضخمة أجزاء من مدينة تشاندلر في ولاية أريزونا وسائل أعلام محلية قالت أن العاصفة المسمات وبكنت بعرض ثمانين كيلو متراً واردفاع كيلو مترين مضيفة أن العاصفة كانت تلوح عصراً عندما توجه الجدار الضخم من الغبار نحو المدينة والمنطقة الجبلية الجنوبية بعد نحو الساعتين أملاً فمع نافذة من الكودفوار وتحديداً من مجمعات قبيلة الباولي الزميل علي مرتضى يصحبنا في جولة على هذه القبيلة كيف تعيش وتعتاش في قلب الطبيعة ترجمة نانسي قنقر الباولي الباولي هي أكبر قبائل الكودفوار تعمل هذه القبيلة بالفراعة وتنتشر في كل أنحاء الكودفوار توغلنا في غرب الكودفوار حيث يعيش أفراد قبيلة الباولي بالقرب من الحقول التي يزرعوها لنلقي نظرة على طريقة عيشهم بعيداً عن التمدل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في بيوتهم التقليدية يعيشون هنا بيوت من طين مغطات بالقصب بيوت تقليدية كثيراً وقريبة من الطبيعة سنحاول التعرف عليهم أكثر والتحدث معهم أكثر نعيش هنا بسلام في بيوتنا المتواضعة وضعين حياتنا في خدمة الرب ابتعدنا عن الناس لأننا نصلي كثيراً ولأن أصواتنا دائماً عالية في الصلاة هنا نشعر أن الرب يسمعنا وينفذ لنا طلباتنا كنت أعيش في أبيجان سابقاً لكن الرب طلب مني بأن أعيش هنا إلى جانب الكاهن وأن أصلي لشفاء الناس أساعد كما ترون على إعداد الطعام والصلاة من أجل شفاء المرضى في عالم تغزوه التكنولوجيا والأبنية الضخمة وناطحات السحاب والهواتف الذكية لا تزال قبائل البولي في الكوديوار تعيش معيشة تقليدية ملتصقة بالطبيعة بعيداً عن ضغوط الحياة المتطورة في الخارج علي مرتضى كاكاباكرو المياد ختم النشرة اخترناه مع فن لا يعرف حدوداً وهذا ما لمسه سكان لندن على وجه التحديد فقد اتكرت الفنان الألمانية سفاني لونينغ بحراً من رغوة قوزي قزح في مهرجان لندن في أول عرض لها في المملكة المتحدة البحر أدخل البهجة في قلوب الجمهور حيث لم يتردد الكبار والصغار في الهوص فيه واللعب وحتى السباح تفكير بالعنوين انفجارات في محيط القاعدة الأمريكية في حقل العمر في ريف دير الزور الشرقي ومصادر الميادين تراجح استهدافها من المقاومة الشعبية المستوطنون يستبحون الأقصى مجدداً ومخاوف إسرائيلية وأمريكية من تصعيد في الضفة رداً على اعتداءات الاحتلال إيران تعلن اعتقال خلية تعمل لصالح الموساد وحرس الثورة يواصل مناورة الاقتدار البحري في محافظة بوشار روسيا تكشف أن الفنتاجونسا ينقل برامج أسلحة بيولوجية غير مكتملة من أوكرانيا إلى دول شرق أوروبا وتواصل مناوراتها العسكرية الضخمة في أقصى الشرق بمشاركة الصين ترامب يصيق بايدن بأنه عدو الدولة ويقول الديمقراطيون سيدمرون بلدنا ولا شرعية لمن يعتنون السلطة لأن انتخابات 2020 مزورة وفي النشرة أيضاً عاصفة ترابية ضخمة تغطي أجزاء واسعة من مدينة تشاندلر في أريزونا الأمريكية للمزيد من الأخبار والتقارير تفضل بزيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر